موسيقى جهودا حثيثة هي تأتي من قبل مجلس مدينة حلب ومديرية المدينة القديمة هنا في هذه المنطقة نحن الآن في سوق السويقة وواقع عملية ترحيل الأنقاض وفتح الأزقة من قبل مديرية المدينة القديمة في هذه المنطقة بالتحديد الآن فتح الأزقة تجري بين سوق الزهراوي وأيضا سوق السويقة المرتبطة مع الأسواق التقليدية وبالتالي لتعود هذه المناطق إلى حيويتها مع عودة صراحة التجار إلى محالهم نحن نلاحظ الآن واقع فرز الأحجار الأسرية في هذه المنطقة الأحجار الأسرية يتم فرزها من جديد وتعود لعادة أعمارها من قبل المشاريع التي تقدم من قبل مجلس مدينة حلب أيضا واقع للجنة السلامة العامة المتواجدة في المدينة القديمة بالتحديد عند دوار السبع بحرات عند غرفة الصناعة لهدم الأجزاء المتضررة من غرفة الصناعة وبالتالي ينفذ هذا المشروع من قبل لجنة السلامة العامة لعادة أعمار غرفة الصناعة وبالتالي يعود الحركة ويعود الحيوية إلى نقطة المدينة القديمة إذن واقع يأتي من قبل مديرية المدينة القديمة لإزالة الأنقاض وفتح الأزقة هنا في أحياء المدينة القديمة في عدد من الأحياء وبالتالي لعودة المدنيين إلى منازلهم وأيضا لعودة التجار لفتح محالهم التجارية في هذه المنطقة حتى اليوم هناك ترحيل إلى نحو 100 ألف متر مكعب من الأنقاض تأتي من قبل مجلس مدينة حلب ومديرية المدينة القديمة وما زالت العمال جارية لترحيل ما تبقى من أنقاض من هذه المنطقة وفتح الأزقة وبالتالي عودة الحياة وعودة العمار إلى هذه المدينة المدينة القديمة نحن هنا شوي الدمار بسيط يعني بس بالديكور ما في الحمد لله كأبنية هذا الشرع جمع الأموي معروف عالميا حاليا خطتنا هي ترحيل أنقاض من محور الزهراوي والسويقة منطقة السويقة وهنا أهم محاور تجارية ضمن المدينة القديمة وزعنا جبهات العمل لأربع جبهات بالمحاور خلينا نقول أزقة المكتزة سكانيا وفي جبهتين كانوا متنقلات لمعالجة الشكاوي بالمحاور الرئيسية الدوارات المناطق المحاور الأهم سياحيا خلينا نقول أول محاور السياحية ضمن مدينة القديمة خطط عملية هي وضعت من قبل مجلس مدينة حلب لفتح الأسواق التقليدية في المدينة القديمة الغاية منها عودة الحياة إليها وليد هنائي الإخبارية السورية حلب